السلام عليكم مرحبا بكم في قناتي وقناتكم ان شاء الله تجبكم وصفتنا لنهار اليوم راح نديروا باقات فاقسي من اروع ما يكون من اسهل الوصفات اللي تقدروا ديروها بحشو سهل وسريع وبسيط متنسوش اشتراك في القناة تفعلوا زر الجرس ليسي لكم كل جديد ولي دعم القناة على المواصلة مباشرة راح نروحوا لمقادر وصفتنا لنهار اليوم اول حاجة راح نبدأوا بالحشو هكا باش الحشو بتاعنا يبرد اهنا عندي كمية من البصل اللي راح ندير بصل مكرمل عندي كمية من البصل درسلها الملح ورشة فقط من السكر بالنسبة لسلسة الطماطم عندي طماطم ملح فلفل اسود الثوم رشة فقط من الكركم وشوية حار اهنا راح نحطوها بعد ما يطيب البصل تعنا نحط نصفيه البصل تعنا ونحطه في نفس المقلاس الطماطم هذي بعد ما طيب الطماطم هذي رايحين نرحوها بالنسبة للعجين عدنا الكأس مستعمل 240 ميلي لتر عدنا كأسين ونسب من الفارينة الكأس يكون ممسوح الفارينة تعنا تكون غرب لناها كأس من الحليب الدافئ 240 ميلي لتر ملعقة صغيرة ملح ملعقة صغيرة خميرة الحلويات بيض بيضاء ملعقة كبيرة من الخل نسب ملعقة كبيرة من خميرة الخبز ونسب ملعقة كبيرة من السكر هذه مقادير وصفتنا اليوم المقادير مكتوبة بالتفصيل في صندوق الوصف أسفل الفيديو هنا سنجلب الإناء أو الغيسيبيون سنحطو الحليب الدافئ خميرة الخبز نسب ملعقة كبيرة والسكر نسب ملعقة كبيرة سنخلطو كل المكونات مع بعض يعني ما راحش نديرو لخليم الخميرة ستتفعل هذه العجينة يعني حتى نديرو كل شي مع بعض راحش خفيفة ما ننسوش طبيعة الحال 4 ملاعقة كبيرة من الزيت هنا كنا في الإناء تنادرنا الحليب خميرة الخبز السكر بيض بيضة الخل ودرنا 4 ملاعقة كبيرة من الزيت هنا من أحسن تخلطوهم بالبراء إذا عندكم إذا ما عندكم شرحين تخلطوها بالفوي فقط وللمضرب اليدوي راح نبدأ اللم والعجينة بالفرينة اللي كنا غرب لناها هنضيفو عليها الملح وخميرة الحلويات لازم نغرب لها هنا خميرة الحلويات درت ملعقة صغيرة الملعقة اللي تكون تعدي سغي يعني متوسطة الحجم ما تكونش صغيرة كامل تع القهوة ونكملو اللم والعجينة بالفرينة الفرينة ما نضيفوهاش مرة واحدة نضيفوها تدريجية هكذا حتى نتحصلوا على عجينة تكون طارية وما تلسقش فيه الدينة في نفس الوقت هنا العجينة هذه كذلك تقدر تستعملها عجينة للبيتزا يعني هي نفس العجين ولا تديرو بها السفلي كذلك راهي نفس العجين هنا سواء تدلكوا العجينة تعكم في الإناء نفس وتبقى وتخبطوا في العجينة تعكم حتى تولي ملسا ولا تديروها على السطح العامل وتبدو تدلكوا فيها هكذا بهذه الطريقة حتى العجينة تعكم تولي متلا سقش كامل وتولي ملسا في نفس الوقت هنا تلموها وتحاولوا تخبطوها هكذا بهذه الطريقة هنا هذا هو شكل العجينة تعنا بعد ملمينها راح نجيبوا الإناء تعنا راح نحطوا فيه كمية من الزيت قليلة فقط قسمنا نمسحوا الإناء تعنا فقط ونحطوا العجينة تعنا تختمر حتى يضع في الحجم التاحة كلية نضيفوا كمية قليلة من الزيت باش كي تختمر ما تلسقلناش في الغيلاف لا حنغطيه به من فوق والزيت كنت يروها في الأخير راح تسرع عملية تفاعل الخامير وتختمر معنا في وقت تصير غطينا عليها بوارق شفاف ولا تخدموا تديروا عليها طرشونة ولا تديروا في كيس بلاستيكي كما تحبوا هنا بعد ما اختمرت العجينة تعنا وضع في الحجم التاحة لازم نكونوا شعلنا الفرن كي تكون العجينة تعنا تختمر نحتاج الفرن تعنا يكون سخون من 180 إلى 200 درجة راح نديق هذه العجينة تعنا ونقسموا العجينة تعنا هنا سواء تقسموها بالميزان تحبوا تديروا ميني باقيت ولا تديروا باقيت يعني الحجم كبير راح نشكلوها على شكل كورات هنا قسمت عينك هي ميزانك يعني كل واحد يقسم عينه هي ميزان ولا توزنوهم كيما تحبوا هاك دا كما راح تشوفو نشكلوها على شكل كورات واللي عنده البيتخان كذلك واللي العجينة يقدر يستخدمها ويعجن العجينة هذه هنا راح نبدو نفتحو العجينة تعنا على الشكل الطولي يعني نفتحوها بالطول نديروا كمية قليلة فقط من الفارينة بنشفوش العجينة تعنا بزاف يعني نديروا كمية قليلة فقط غيس ما تلسقش العجينة التانى فقط هنا بعد ما فتحناها بالطول راح نديروا الحشو الحشو اللي راح يكون اختياري راح نديروا سلسطة الطماطم اللي كنا ندرناها كما تشوفو ما تكونش فيها لما تكون ناشفة هنا تقدروا لهريسة تقدروا الكاتشاب بدل لسلسطة الطماطم راح نزيدوا البصل مكرمل ورح نزيد هنا هنا زيت كمية من الطم يعني انتم تقدروا ديروا طماطم بصل مكرمل سلسطة طماطم بصل مكرمل وديروا جبن ابيض ولا جبن مبشور لكم الاختيار الاضافات تعليل الحشو راح تكون اختيارية هنا هي تقدروا كما قلت لكم ديروها كيمة البيتزا فقط ودخلوها الطيب هنا راح نشوفو كيفاش راح نخلق عليها راح نخلق عليها بالطول كذلك هنا باش الداخل تجينا فارغة بعد ما اغلقنا عليها كلها كيمة راكم تشوفو نحاولو نزيرو عليها ونهبطو هذيك اللي اغلقناها مباشرة راح نديروها في سينية تكون تدخل للفرن هنا بعد ما درناها في سينية تدخل للفرن عندي سفر حبة تبيضرت له كمية من الحليب راح ندهنو السطح من فوق هنا تقدروا بدل الحليب تديرو القهوة ولا تديرو الخلب راح نديرها كمية من الجلجلان تقدروا ديرو السانوش تقدروا تديرو زرارة علي تكونوا تحبوها ولي تكون عندكم كيما تقدروا تستغناء عليها تقدروا تضيفو كذلك الجبن المبشور من فوق يبقى لكم اختياري انتم ما وش تحبوا هنا راح نديرو واحدة فقط نضيفوها الجبن المبشور من فوق وانتم كيما تحبوا هكذا راح ندخلوها مباشرة للفرن يكون مسخن مسبقا من 180 إلى 190 درجة وتكون وجدة وجهزة معنا راح تاخذ حوالي ربع ساحة وتكون طيبة معنا هذا هو شكلها بعد ما طابت راح تجيكم من الروع ما يكون يعني شوفوا اللون الذهبي اللي راح يجي فيها هنا حتى وكان الفرن بتاعكم ما يشعلش من الاعلى خليوها فقط من الاسفل وطلعوها للرف اللي يكون الفوق يعني تكون نار شعلة من الاسفل وطلعوها للرف الاعلى اللي يكون الفوق وخليوها حتى تاخذ لون من فوق شوفوا يعني من الداخل راح تجينا فرغة وجينا فيها غير الحشو من أروع الوصفات لتقدروا تديروها هناك ستفتحوا العجينة تاكم حاولوا ما تفتحواش العجينة تاكم تكون خشينة تكون العجينة أرقيقة من أروع الوصفات لتقدروا تديروها إن شاء الله تجبكم وصفتنا لناها اليوم ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس ليسل لكم كل جديد ولدعم القناة على المواصلة ونتلقى في وصفات أخرى إن شاء الله وإلى الملتقى